اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين أما بعد فأن شهر رمضان هو شهر تنتصر فيه المعاني الفاضلة على النفوس الضعيفة وتعلو الأخلاق الحسن الحميدة بصاحبها إلى مستوى التسامح وكزم الغيظ والتغاضي والعفو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما الصوم جنة يعني وقاية من المعاصي والذنوب في الدنيا فهو وقاية للعبد من جميع الشرور وكذلك وقاية من الشيطان ووقاية من عذاب الله في الآخرة فالصوم جنة من النار وجنة من الشهوات وجنة من الآثام والسيئات قال ابن الأثير الصوم جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش ولا يجهل أي لا يعمل العمل المذموم يحفظ نفسه عن الكلام المذموم والفعل المذموم وإن امرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم ومعنى ذلك أن الصائم لا يراجع من يجهل عليه أو يؤذيه بلسانه أو بفعله بل يصبر على هذا الأذى ويقول في نفسه لنفسه إني صائم يا نفسي فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة وبلفظ آخر لا تقابل السيئة بالسيئة لأنك صائم وصومك جنة كأنه يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته صومي يمنعني من مجاوبتك لأني أصون صومي ولولذلك لانتصرت لنفسي بمثل ما قلت لي لذلك قال بعض العلماء معنى الحديث أن الصيام وقاية وحصن من الوقوع في المعاصي بمعنى أنه أدعى للتوبة والطاعة والانقياد لما يحبه الله ويرضاه ومانع من الوفث والآثام ولهذا قال مبينا أثر الصوم الذي ينبغي أن يظهر على الصائم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم وفي رواية فليقل إني صائم إني صائم وقال ابن العربي إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة فيا أيها المتوتر دائما السريع الغضب في كل حال الصيام فرصتك للتدرب على الحلم والآنات والصفح وكظم الغيظ والعفو عن الناس الصوم جنة من المعاصي ليكون جنة بعد ذلك من النار إن شاء الله تعالى فإذا صنت عن الطعام والشراب والأقوال الآثمة فلا يكن للشيطان عليك سبيلا واجعل الجوارح كلها صائمة لله هل أم أحبة في الله لنجعل صيامنا فرصة للتوبة وحفظ النفس عما حروم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنا شر وما نتخوف ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر